تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وذلك بمناسبة منح سموه جائزة القيادة من قبل منظمة سي ثري الأمريكية وقال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في البرقية أن الجهود الكبيرة التي يبذلها سمو ولي العهد رئيس الوزراء كانت واضحة للمجتمع الدولي فجاء منح سموه هذه الجائزة باعتباره اعترافا رفيع المستوى بالقدرات القيادية لسموه في مختلف المجالات وما حققه فريق البحرين في التصدي لفيروس كورونا من نجاح مشهود وتقدير عال بقيادة سموه بالإضافة إلى دور سموه في تنمية وتوطيد العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وتنفيذ الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه في بث روح التسامح والتعايش والأمن والسلام في العالم ترجمة نانسي قنقر